مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة في قناة مطبخ عمروة اليوم ان شاء الله سنقدم معكم واحد القلاس او متلاجات بالفواكه قد جي روعة انتمنى ان شاء الله تشوفوا الفيديو احتى الاخير باش هكا تتعرفوا على جميع المراحل دي لهاد القلاس كيفاش ينجح معكم وانتمنى ان شاء الله يجبكم وتبرتجوا مع الاهل والاحباب والاصديقاء باش هكا تعم الفائدة انتمنى انكم تشجعوني باللايك ديالكم ودعموني فضلا وليس امرا مشيوا المقادير وطريقة التحضير بسم الله نبدو المقادير ديال هاد القلاس عندي هنا الفريز اللي كيكون متلج يعني هاد الفواكه اللي غنستعملو كاملة نكونو اه درناها من قبل في المجمد عندي الفريز عندي ربعات المعالقة ديال السكر حبيبات يعني السكر دائما كنقول لكم كيبقى على حسب الضوق وعندي ياغورت ديال الفريز عندي جوج معي لقات صغار ديال عصير الحامض هنا ممكن انكم تديروا اي فاكهة عندكم وكتعجبكم يعني تكون موجودة في البيت اه انا درت كيف قلت لكم غادي ندير الخوخ والموز يعني البانان والفريز هنا خديت واحد الروبو اللي غايتحلية هاد الفاكهة درت فيه الفريز اللي كيكون متلج ودرت فيه ياغورت ديال الفريز وجوج معالق ديال عصير الحامض والسكر كيبقى على حسب الضوق انا هنا استعملت ربعة ديال المعالق الكبار وغادي نطحل الكل في الخلاط او روبو يعني حتى كيطحنو وكيوليو على الشكل كريمة صدقوني يا لبنات هاد القلاسرة كيجي رائع يعني في المضاق روعة يعني ممكن اننا استعملوه كيجي مني كييتطحن كيولي علاهة الشكل كنديرو فوحد البوطة وكندوز البانان يعني الموز نفس الطريقة عندي كمية من الموز عندي جمعالق ديال الحامض عندي هنا اه اه ياغورت ديال البانان اهنا ما نتقيدوش بالمقادر الى متوفر ديال البانان ديرو ما متوفرش كفي انكم تديرو ياغورت بالفاني او ياغورت طبيعي غادي ندير الموز في الروبو كيفما خدمت نفس الطريقة ديال الفريز بما اننا ان شاء الله على ابواب فصل الصيف فوليداتنا كيبغيو هاد نوع من المتلجات يعني وحتحنا الكبارة هم كيعجبونا المهم ندير الموز ياغورت وعصير الحامض والسكر كيبقى على حسب الطوق كيف قلت ليكم وكنعود نطحنو يعني نفس الطريقة حتى كيولي كريمي وكنديرو فبوطة وكنمشي في الخوخ دائما الفواكه ديالنا يكونوا في المجمد عندي هنا ياغورت ديال الفاني انا ما ملقيش ديال الخوخ يعني ما متوفرش عندي درت ديال الفاني كيمياء من الخوخ يعني مقشرة ومقطعة ودرتها في المجمد حتي جمدات هنا ربعات معلقة ديال السكر حبيبات او دائما كنقول لكم السكر كيبقى على حسب الطوق والحامض جمعه لقصغر ديال عصير الحامض وكنتحن الكل طريقة مبسطة وسهلة واقتصادية ممكن اي وحدة مبتدئة تدير هاد القلاس اللي كيجي رائع من بعد ما كانتحن جميع الفواكه كان اخويا كل فاكهة في واحد البواطة اللي غادي نصدها مزيان هنا غادي ندير هاد القلاس المجمد ليلة كاملة حتى كي تجمد تماما والغد ان شاء الله قاعد غادي نديروه في طبق التقديم باش هكا ينجح معانا وهذا هو القلاس اللي وجدت معاكم كيجي رائع كيجي لديد صدقوني البنات غي يجربوه راح ساهل وبسيط يعني ما فيش مكونات اللي هي كتيره ما كيتعداش إلا كانوا عندنا الفواكه في الدار يعني خمسة او ستة ديال الخوخات يعني جوج او ثلاثة البنانات او موز والفرا يزرق بشتو الكيمية اللي قدرت معاكم يعني ما كيتعداش لنا كيف قلت لكم إلا كانوا الفواكه ما كيتعداش لنا واحد ستة او سبعة دراهم نتمنى ان شاء الله تدخلوا الفيديو وتشاهدوا هذا الفيديو ويعجبكم وتبرتجيو مع الأهل والأحباب والأصدقاء ونتمنى ان شاء الله نكون توفقت في الشرح ديال هاد الفيديو ونكون خفيفة عليكم جربوها البنات واردو عليها في التعليق كنشكركم بزاف وكنشكر البنات اللي كيدعموني شكرا جزيلا وبصحة والراحة وإلى فيديو قادم ان شاء الله شكرا 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 شكرا